العميد محمد رضا فلاح زادة قائد ميداني كبير وصاحب قدرات إدارية عالية بات اليوم نائبا لقائد قوة القدس في حرس الثورة في إيران خلفا للعميد الراحل محمد حجازي قبل وصوله إلى هذا المنصب تدرج العميد فلاح زادة في مناصب عسكرية متعددة ليصبح أحد أهم الشخصيات التي رفقت الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني في لبنان والعراق وسوريا بدأ متطوعا في صفوف حرس الثورة للقتال خلال الحرب الإيرانية العراقية وعقب تطوير استراتيجية قوة القدس للعمليات الخارجية تولى العميد فلاح زادة مهمات عديدة إدارية وسياسية وقتالية في وحدات قوة القدس وهياكلها إضافة إلى قيامه بمهمات كان يقررها الشهيد سليماني باعتباره مساعدا خاصا لقائد هذه القوة من قيادة فرقة المهد الثالثة والثلاثين إلى قيادة فرقة الفجر التاسعة عشرة في الحرس الثوري مناصب حولته إلى قائد نوعي مختلف عرفته الجماعات المسلحة في سوريا جيدا وخافته كثيرا أبو باقر كما كان معروفا بين المقاومين في سوريا ساهم على نحو أساسي ومباشر في المعارك التي شهدتها محافظة حلب حيث أصيب بشضية قذيفة هاون وشرف على الاستشهاد مهاراته لم تقتصر على الميدان فقد عين عام 2007 محافظا لمحافظة يزد وبرز أيضا كمحاور ومنصق سياسي ومستشار في السياسة الأقليمية حيث كان المستشار السياسي للوفد الإيراني في محادثات أستانا بشأن سوريا شكرا شكرا